اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كوشك الصحافة ونطالع فيها اهم تدولة الصحف العربية والمواقع اليمانية والبداية بين المواقع الاخبارية الموقع بوست يجيب على تساؤل مهم حول النقطة التي احرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف ويقول الموقع ماذا يعني سقوط اخر معاقل الحثيين في مديرية الغيل بالجوف ويجيب الموقع الميليشيات ضلت تستميت لعدة اشهر داخل الغيل في مواجهة قوات شرعية التي كانت تحاصرها من عدة جهات وبحسب مصادر عسكرية فقد نتج عن العملية العسكرية التي اطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية الغيل مقتل واصابة العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية والتي انهارت صفوفها امام الهجوم الذي شنته قوات الشرعية يتابع الموقع تتميز الغيل بموقعها الجغرافي حيث تتوسط مديريات الحزم والمصلوب وايضا مديرية مجزر بمحافظة مارب والسلسلة الجبلية المطلة على مديرية نهم التابعة للعاصمة صنعاء حيث يعتبر سقوط مديرية الغيل بمثابة سقوط شبه كامل للحثي ومشروعه في محافظة جوف نذهب الان الى موقع يمن مونتور والذي عنوان في صفحته الرئيسية طالب يمني يحوز على براءة اختراع لجهاز تحويل الطاقة المتجددة وفي التفاصيل حاز طالب يمني على براءة اختراع لجهاز تحويل الطاقة المتجددة الذي يعد الاول من نوعه والاقل تكلفة مقارنة بالاجهزة المتواجدة في الاسواق العالمية وقال الطالب صدام انمر الحائز على براءة اختراع ان الجهاز بكفاءته العالية يشكل اعلى نسبة قياسية في الكفاءة التكنولوجية وهو الاقل تكلفة مقارنة بالاجهزة المماثلة الموجودة في الاسواق وله امتيازات اخرى اهمها طول العمر الافتراضي للجهاز واوضح انمر ان الجهاز عبارة عن محول طاقة انفيرتر يستخدم في مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية ويعمل على تحويل التيار المستمر الى تيار متردد في السلام وكيف يكون تحت هذا العنوان كتب سليم الجلال مقاله الذي فصل فيه بعضا من جانب طرق السلام وقال الكاتب في اجزاء من المقال تعتبر الحرية بوصفها مجموعة حريات هي المدخل الاساس للسلام وما اتصل به من امن بالمعنى الشامل والعميق وتنمية واستقرار لذا تعتبر الحرية بمثابة الملهم والمحدد الاساس كل ما نتوخص زراعه سلاما حيث ان اعتمادنا للحرية كاستراتيجية ورؤى وتصورات وخطط نكون بذلك قد وضعنا ليس فقط السلام كمفردة نصب عيوننا بل نكون قد حددنا الادوات وخلقنا الاليات لجلبه وجعله الخيار والنهج حيث لا مفاضل في الاختيار هنا وخلق الخيارات هنا يجعل جميعها توجها وهدفا وسياسة قوى تبدأ منه ولا تنتهي الا اليه تكون الدولة في جوهرها كنظام وترتيب والسلطة كمبنى ومعنى لها وما يجتمل عليه ذلك ويتطلبه كقانون منبثق عن دستور يعتمد الحرية والدولة تقوم عليه والنظام وقواه وقواعد اللعب السياسي تنشده ولا تحيد عنه نهيك عن ما يتطلب ذلك من شرطة وجيش ومؤسسات وأجهزة قانونية ومخابراتية وقضائية وتشريعية وتنفيذية يصبح صوت السلام في جانب معتنقيه ملزما ومسموعا من قبل المجتمع السياسي وبوصلة لعمل الدولة واشتغال القوى ومؤسسات البلد التشريعية والقضائية وتنفيذية وكل تلك تصب في صالح سوء لتعزيز الحرية واستدامة السلام وجعل مداميك البناء جميعها متراسة في سبيل تلك الغاية بحيث يصبح السلام موضوعا لذاته والغايات والوسائل والأدوات وآليات الاشتغال كلها تقتفيه وتعمل من أجله السؤال الكبير والمعلق في الهواء لمعرفة القوى التي تقترب من ذلك يمنيا وعربيا تأتي من خلال معرفة ذلك وخارطة تضاريسها ومن هو الأقرب لناشط السلام وصوابية مواقفهم وتقييمهم يكون عبر معرفتنا بتلك المحددات قاتلت ميليشيات الحثي لما يزيد عن عام كامل في مناطق كاريش وهذه هي النتيجة التي تحملتها المناطق وفقا لموقع عدن الغد مئة وسبعون قتيلا بنيران الحثيين في كاريش وهي أرقام توصلت إليها منظمات حقوقية مؤكدة أن هناك أيضا مئات الإصابات جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحثي والمخلوع الإنقلابية على مدينة كاريش بمحافظة لحج وأشارت الإحصائيات إلى أن مدينة كاريش الواقعة بين لحج وتعز شهدت قبل تحريرها الأسبوع الماضي من سيطرة الإنقلابيين انتهاكات كثيرة وأن مدنيين سقطوا جراء أعمال القصف والقنص التي مارستها تلك الميليشيات أثناء تمركزها في ضواحي كاريش نهيك عن زرع مئات الألغام الأرضية والفردية التي خلفت عددا من الضحايا المدنيين وأضافت التقارير الحقوقية أن أكثر من 14 منزلا في المدينة تدمر جراء القصف الذي مارسته الميليشيات الحثية في حين ما زالت 425 أسر من أهالي كاريش تعيش في مخيمات النزوح تزداد تصرفات وإجراءات ميليشيا الحثي تدخلا في جامعة صنعاء لتحدد حاضرها ومستقبل التعليم في هذا الصرح العلمي الهام وفقا لموقع دن تايم جديد الحثي قسم لتعليم اللغة الفارسية بجامعة صنعاء وأكدت مصادر أكاديمية يمنية أن جامعة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحثي الإنقلابية وضعت اللمسات الأخيرة لافتتاح قسم لتدريس اللغة الفارسية يتبع كلية اللغات والترجمة بالجامعة وأوضحت المصادر أن رئاسة الجامعة أصدرت قبل أيام قليلة قرارا بإنشاء القسم كما دشنت على الفور عملية القبول والتنسيق للطلاب المتقدمين للالتحاق بالدراسة في القسم ونوهت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن تدشين قسم اللغة الفارسية عبر وسائل الإعلام التي يمتلكها أو يسيطر عليها الحثيون سيتم بالتزاون مع بدء الدراسة أواخر أكتوبر الجاري اليمن بين خطابات ثلاثة تحت هذا العنوان كتب حسن العدين مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب الأمور لا تقاس دائما بقوة الحدث بل بمدى تأثيره والمؤكد أن أحدا لا يمكنه أن يتخيل عمق التحولات الناتجة عن إشراقات سبتمبر ولا أتحدث عن دك أسوار الجهل واقتحام ميادين العصر وإنما أحيل إلى صورة في التاريخ تظهر اليمنيين حفاتا يعتزرون من خواصرهم بينما تلفح الشمس ظهورهم والصدور والجوانب وقد كان القلة من علية القوم ينتعلون الأحذية عندما قامت ثورة سبتمبر كان العشرات فقط قد حصلوا على الشهادة الجامعية أكثرهم ابتعثة من عدن وكانت نسبة الأمية تتجاوز 80% لا متسع لتصوير وضع إنساني يشهد على أن ما أنجز بعد السادس والعشرين من سبتمبر في اليمن ثورة بأبلغ المعاني لهذا من فك اليمنيون يحيون ذكرها وما زال القائمون على أمورهم والمتوثبون يوقدون المشاعر تحية من القلب أو نفاقا بالغرض وحتى 1977 كان الاحتفاء ينم عن صدق وإن اختلفت الرؤية بين عبدالله السلال وعبدالرحمن الإرياني وإبراهيم الحمدي وبعد ذلك راحت المزايدة تتغلب على المشاعر والعواطف دون أن تنسحب على الذين حكموا في عدن في ذكرها الرابعة والخمسين تعد سبتمبر إحياء نفسها على ألسنة رئيس الدولة وأمراء الحرب وكان الرئيس واضحا جديد التركيز في يقينه بتصميم الشعب على هزيمة الهوى بإعادة حكم الكهنوت الذي خيم على اليمن قرونا طويلة هادي ركز على إدانة الخصم دون أن يتحدث عن مشروعه في دولة اتحادية تحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة كما جاء في حديث له قريب مع قناة الجزيرة إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنوان في صفحته الرئيسية نقلا عن وكالة الأنضول بأن ضغوطا أمريكية على هادي وولد الشيخ لتشكيل حكومة مع الخطيين قبل انسحاب الميليشيات من المدن ونقلت وكالة الأنضول عن مصادر في الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية تطالب بأن تكون خارطة الطريق التي يحملها ويلد الشيخ في جولته الجديدة مبنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وأتابعت المصادر تتصادم الرؤية الخاصة بويلد الشيخ مع الرؤية الأمريكية للحل وهو ما تسبب بعرقلة الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها المبعوث الأممي إلى مصقط وإلى موقع التغيير نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية رئيس الوزراء يوجه بصرف 200 مليون ريال لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين وفي تفاصيل الخبر قال الموقع وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ضغر لصرف 200 مليون ريال يمني وتوزيعها على مكاتب البريد الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين والبالغ عددهم 36 ألف متقاعد وتابع الموقع أكد بن ضغر أن هذه الدفعة هي الأولى لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين وتسليمها وستليها دفع أخرى خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز مكاتب البريد بالمبالغ المالية لتتمكن من الإفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتقاعدين وإلى موقع المشاهد والذي عنوان بخصوص العام الدراسي الجديد عام دراسي جديد صنعاء تتمرد ومئات المدارس مغلقة وتكشف وثائق حصل عليها المشاهد عن تمرد لفرع وزارة التربية والتعليم في صنعاء وسيره مستقلا نحو الإعداد للعام الدراسي الجديد بعد رفضه تقويما دراسيا أعدته الوزارة الرئيسية في عدن العاصمة المؤقتة وإقدامه على تحديد تقويم دراسي خاص بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفيما لا تزال الأجواء الحرب مخيمة على اليمن للعام الثاني على التوالي قررت وزارة التربية والتعليم السيرة في العام الدراسي الجديد 2016-2017 ابتداء من السبت القادم وفق تقويم أصدرته بهذا الخصوص فيما قرر فرع الوزارة في صنعاء الخاضع للخوثيين تحديد بداية العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر القادم نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهمة نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا من جديد نرحب بكم ونصحابكم في جولة بين أهم ما تقوله الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي قالت إن أزمة الرواتب تعطل مؤسسات اليمن تقول الصحيفة في التفاصيل عطل الإضراب موظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الخوثيين وتقول الصحيفة لجأت جماعة الحوثيين المسلحة إلى الحلول الأمنية في مواجهة احتجاجات الموظفين على خلفية تأخر الرواتب فيما تواجه الحكومة الاحتجاجات بتقديم الوعود وقالت الصحيفة إن رابطة موظفي الدولة دعت في بيان كافة موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والمختلطة إلى الاستمرار في الإضراب الشامل وتعليق الشارات الحمراء حتى نيل حقوقهم وقال أحد موظفي وزارة المالية في صنعاء العرب الجديد إن جميع مؤسسات الدولة معطلة بسبب تأخر الرواتب وهناك احتجاجات وغضب واسع في غالبية الجهات الحكومية حتى أولئك الموظفين الذين يخشون قمع الخوثيين ولا يحتجون فإنهم يمكثون في منازلهم بانتظار أخبار عن الرواتب صحيفة الاتحاد الإماراتية عنوانت في صوحتها الرئيسية ضبط متفجرات خبأها إرهابيون في البحر بالمكلة وتقول الصحيفة أعلنت جهزة الأمن في مدينة المكلة عن ضبط كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة تم تخبئتها في البحر على بعد 150 مترا من ساحل المدينة وأفاد رئيس وحدة الهندسة ومكافحة الألغام في حضر موت العقيد أبو صالح أنه تم إبطال أكثر من 520 كيلو جراما من المتفجرات تين تي و سيفور موضوعة في ثماني استوانات كبيرة تحوي كل استوانة 65 كيلو جراما زرعتها العناصر الإرهابية على عمق 6 أمتار في البحر وتتابع الاتحاد أن الوحدة الهندسية ومكافحة الألغام في حضر موت استطاعت منذ وصلها لمدينة المكلة عقب تحريرها من القاعدة في إبريل الماضي من نزع 180 طن من المواد المتفجرة وكميات من الألغام والقذائف والصفاريخ خلفتها العناصر الإرهابية المشاركة والاستحواذ تحت هذا العنوان كتب مؤسس حركة 6 إبريل في مصر أحمد ماهر والذي يتواجد في المعتقل حاليا ما قاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب في جزء من المقال هناك تعريفات عديدة للسياسة أو العملية السياسية أو السياسات ولكن هناك تعرف اللفة نظري أخيرا هو أن السياسة عملية يختار فيها المجتمع القواعد والقوانين الحاكمة والمنظمة لشؤونه وفي هذا التعريف تتم ممارسة السياسة من خلال المؤسسات السياسية وهذه تمثل المحدد الرئيسي لنتيجة هذه اللعبة وتمثل القواعد والدستور والقوانين والعلاقات بين هذه المؤسسات وكيفية اقتسام السلطة بينها وكيفية رقابة كل مؤسسة على الأخرى وتمثل العلاقة بين المؤسسات قواعد اللعبة والتحكم في المحفزات والفرص المتاحة في مجال السياسة وطريقة اختيار السلطة التنفيذية كالرئاسة والحكومة ودور سلطات كل منها وصلاحيات الباقي مؤسسات الدولة ونصيب كل مؤسسة في السلطة كالقضاء والبرلمان وكذلك رقابة كل سلطة على الأخرى ودور كل مؤسسة في تقييد سلطات الأخرى ومن المفترض في هذا التعريف والذي تطبقه الدول الديمقراطية والمتقدمة بنساب متفاوتة أن يكون للمجتمع الدور الرئيسي والأكبر في تحديد قواعد اللعبة وعندما يكون المجتمع حرا أو حيا فهو كذلك الذي يراقب المؤسسات أو يشاركها أو يقويمها وتحدد المؤسسة السياسية الجهة التي تملك السلطة في المجتمع وطريقة اختيار الحكومة وإذا كان توزيع السلطة ينحصر في نطاق ضيق من دون قيود أو ضوابط تكون المؤسسات السياسية ذات سلطة مستبدة مطلقة كما يوجد في الدول المستبدة المتخلفة التي لديها ديمقراطية شكلية ومؤسسات صورية نذهب إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي اهتمت بالشأن اليمني وعنونت في صفحتها الرئيسية خبراء عسكريون يمنيون يقللون من أهمية الهدنة دون آليات مراقبة فعالة وقالت التفاصيل إن اعتبر خبراء عسكريون يمنيون أن دعوة الرئيس المخلوع للصالح لعقد مفاوضات مباشرة بين الإنقلابيين والسعودية لم تستهدف تقديم مبادرة جديدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية وإنما انطوأت على تهديدات صريحة بتصعيد عسكري قال محافظ البيضاء نايف القيسي لصحيفة الشرق الأوسط إن خطة تأمين المحافظة عقب تحريرها بالميليشيا الخوثي جاهزة وضف المحافظ إن وحدات عسكرية خاصة من قوات اللواء 117 ومن قوات النجدة يتم تجهيزها للقيام بمهام ما بعد التحرير واضح المحافظ أنه سيتم الاستفادة من التجارب السابقة في عمليات التحرير وفي إجهاض أي نشاط للجماعات المسلحة بعد تحريرها مباشرة على عكس ما جرى في محافظات محررة أخرى وقال القيسي أهالي البيضاء ينتظرون قدوم الجيش الوطني للتعاون معه ولن يقبلوا بحكم الميليشيات ولا يريدون غير الدولة وأجهزتها الشرعية أكثر الأخبار تدولا في صحيفة القدس العربي هو ما نقلته عن صحيفة بريطانية قالت فيه إن الصين تضع عينها على كل حمير العالم وتريد شراءها وتقول التفاصيل إن الصين تسعى لشراء كل الحمير الموجودة في العالم لفتتا إلى الاحتمال أن تقوم من وراء تلك القطوة إلى استخدامها في أدوية لغلاج الدورة الدموية والإرهاق وقالت الصحيفة إن أعدادا من الدول الأفريقية حضرت بيع الحمير للصين بعدما قالت النيجر أن معدلات تصدير الحمير زادت ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي أخاصة للدول الأسيوية وتوضح الصحيفة أن طلب الصين زيادة وارداتها من جلد الحمير جاءت بعد انخفاض أعداد الحمير في الداخل من أحد عشر مليون في تسعينيات القرن الماضي إلى ستة ملايين في الوقت الحالي الزمن العربي والمستقبل العالمي تحت هذا العنوان كتب سيد ياسين مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب في جزء من مقاله هل نعيش كعرب في المناخ نفسه الذي يسيطر على الزمن الغربي بمشكلاته ومناهج تفكيره أم أن الزمن الغربي نتيجة للفجوة التاريخية والحضارية الكبيرة بيننا وبين الغرب زمن له خصوصية خاصة ولا علاقة له بالزمن الغربي ومنطق هذا السؤال يكمن في الواقع في حقيقة التخلف السائد في العالم العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إذا ما أقورن بالتقدم الغربي في كل هذه المجالات والذي هو في الواقع نتاج تراكم تاريخي طويل في المجتمع العربي بعبارة أخرى كنت أغير من الباحثين العرب نعيد في الواقع السؤال الرئيس الذي طرحه جيل المنورين العرب في عصر النهضة العربية الأولى وهو لماذا التخلف العربي وما هي أسباب التقدم الغربي وكيف نكتسب أسباب التقدم وأيما كان الأمر فإن المفكر الإيراني المعروف على شريعة سبق له أنصاغ فكرة مهمة حين قال ينبغي على المثقف أن يسأل نفسه أولا في أي زمن نعيش هل نعيش في القرن التاسع عشر عصر الثورة الصناعية أم في القرن العشرين عصر الثورة العلمية والتكنولوجية وفي تقديره أن الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد طبيعة المشكلات التي ينبغي على المثقف في المجتمع الإسلامية أن يتصدى لها ويكفي للتدليل على صدق هذا التوصيف أن نجيل أبصارنا في مختلف أرجاء العالم لا فرق في ذلك بين الشمال والجنوب ولا بين الغرب والشرق لكي نلاحظ أن العالم تسوده موجات هاذرة من الفوضى الصاخبة في الميادين السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة لأترككم في أمان الله متابعوا معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة